كل الناس لديهم العديد من الأحلام فهناك من يحلم أن يصير يوتيوبر مشهور وهناك من يحلم أن يصير لعب كرة قدم كبير وهناك من يحلم أن يصير غني والعديد العديد من الأحلام الأخرى وهذا أمر عادي جدا بكل تأكيد الأمر الغير عادي في هذا الموضوع هو أنك تترك هذا الأحلام مجرد أحلام فقط وما تسعاش لتحقيقها وهذا أمر كارثي بكل تأكيد خاصة عندما ترى الناس اخرى تعيش في الحلمنتاعك ووصلوا وين انتارك حب توصل وانت اياه ما قدرش تتحقق الحلمنتاعك قيبة اعمال كبيرة صح؟ ما عليش في هذا الفيديو رح نساعدكم في تحويل احلامكم من الاهداف حقيقية ونعطيكم الخطوات اللي لازم تمشوا عليها باش تحقوا هذا الاهداف وتعيشوا الحلمنتاعكم ابقوا معايا سلام عليكم خطواتي ان شاء الله كاملتكنوا بألف خير ومرحبا بكم في فيديو جديد في سلسلة تطوير الذاتة معكم سيف الله ربطي كل شخص كيكون قاعد واحده يبدأ يتخيل في رحو شخص ناجح في المجال اللي يحبو ايا كان هذا المجال وهذا التخيل سيلاح ذو حدين الحد الاول اذا حول هذا الاحلام اللي يكون يتخيل فيهم الاهداف وحطهم نصب عينيه وبدا يسعى باش يحققهم هنا هذا التخيل يكون حجم لحالي هو يساعده في تطوير نفسه وبكل تأكيد رح يجي ليوم اللي يحقق فيه هذا الاهداف ايا كانت الحد الثاني هو اذا خلتوا هذا الاحلام مجرد احلام فقط ومسعتوش باشتحقوهم هنا رح يكون عندهم تأثير عكسي ورح يأثرولك سلبا على حياتك لانك تشوف ناس اخرى تعبوا وسعاوا وحقوا الاهداف التي حم وتما حققت حتى هدفوا قاعد غير ستخيل هنا رح تصب ببعض الاحباط وقد تصل الى الاكتئاب ما لا اذا حابين تكونوا منعوا الاول اللي يسعى ويحقق الاهداف تعوه ما لكم غير تجيبوا ورقة واستيلوا وتتبعوا معايا هذا الخطوات البسيطة والفعالة اللي رح نشوفوها مظركايا واول خطوة لازم تقوم بها هي تحويل الحلم انتاعك الهدف لانه اذا بقى على شكل حلم نفسيا مش رح تقدر تسعى ليه لهذا اول حاجة لازم نديرها هي انك تحول الحلم انتاعك الهدف حقيقي وباش تحول الحلم انتاعك الهدف حاجة سهلة ما لك غير انك تعيد سياغات الحلم انتاعك نعطوا مثال على اليوتيوب مثلا في عوض ما تقول ياريت عندي قناة على اليوتيوب وعندي بزاف ناس يتابعوني قول لازم تكون عندي قناة على اليوتيوب نتحدد فيها على الحاجة اللي نحبها انا وراح نجيب عشر الاف مشترك خلال سنتين مثلا وهذا رح ينقل لك من مرحلة الحلم فقط المرحلة التحفيز وهذه تعتبر بداية رائعة جدا لأي شخص فيكم ونادرت فيديو على اهم خمس جوانب لازم تراعيهم عند تحديد ذيك لهدفك هذا الفيديو راب بتاع رح نخليه لكم في صندوق الوصف وراح يظهر لكم هنا في حرف الآي الفوق اذا مهتمين تشوفوا رحوا شوفوا في فيديو شباب وراح يعاونكم في تحديد الاهداف بتاعكم بفاعلية المهم خوتي بعد ما تحدوا الاهداف بتاعكم لازم تروحوا تكتبوا الهدف بتاعكم في ورقة بخطة كبير وتكتبوا تحتو الدافع اللي راكم حابين تحقوا هذا الهدف على جالو وتقرأوا هذا الورقة كل يوم باش تبقوا دايما متحافزين أنكم تحقوا هذا الهدف وتبقوا دايما متذكرين الدوافعتاكم اللي كانت هي السبب باش دفعتكم أنكم تختاروا هذا الهدف بالذي لأنه إذا ما درجت حكا رح تدفن هذا الحلم في مقبرة الأحلام متاعك وانا نظن أنك تدفنت ما يكفي من الأحلام وحان الوقت أنك يتحقق الحلم انتاعك لهذا حدد الهدف اتاعك بعناية أكتبه في ورقة طريقة محافظة كما قلت لكم وانتقلوا معي للمرحلة الثانية بعدما تحول الحلم انتاعك الهدف وتقرر أنك تسعى باش تحقق هذا الهدف لازم ترسم الطريق المناسبة لتحقيق هذا الهدف في هذه المرحلة راح تخطط وترسم الطريق اللي راح تمشي عليه باش توصل الهدف انتاعك وهذا العملية هي عملية حساسة جدا لازم تاخذ كل وقتك فيها وتخطط لها صح لأنه إذا ما خطت تلاج صح ممكن لها دفتح سنة واحدة تصل له بعد سنتين أو ثلاثة والعكس صحيح لهذا خذوا بالكم من هذه المرحلة وخطوا لها صح وفي المستقبل إن شاء الله بالك نترقل هذا الموضوع بالتفصيل أكثر وكان بعض النقاط اللي لازم تاخذوهم بعين الاعتبار في عملية التخطيط في هذه المرحلة وأول هذا النقاط هي أنه طريق النجاح هي طريق طويلة وصعيبة معناتها لازم تكون عندكم إسرار قوي باش تقدروا تكملوا في طريقكم وهذه هي الحاجة اللي يتفرق بين الأشخاص الناجحين والأشخاص اللي ماشي ناجحين الأشخاص الناجحين والمدفوقين متوقفوا عند حتى مشكلة وكانوا دايما يحاربوا من أجل تحقيق الأهداف التي حم والتوما لازم تكونوا مثلهم تماما النقطة الثانية هي أهم أهم شيء باش تقدر تحقيق الهدفتاك وكنت تطرقت لها مقبل وهي التعلم المستمر خلونا يكونوا صراحين مع بعضنا خوتي إذا حب تنجح في مجال ما لازم تعرف كلش على هذا المجال لازم تقرع له كتب لازم تتبع الأشخاص الناجحين في نفس المجال اللي رك حاب تكون ناجح فيه باش تتفادى الأخطاء اللي وقعوا فيها هما وتستفاد من الأشياء اللي خلاتهم ينجحوا هذا النقطة مهمة جدا خوتي إذن بعد ما تحدوا المجال اللي ركوا محابين تكونوا ناجحين فيه روحوا للإنستغرام وليوتيوب وتابعوا على الأقل لثلاث أشخاص ناجحين في نفس هذا المجال اللي ركوا محابين تكونوا ناجحين فيه وتعلموا منهم واستفادوا منهم النقطة الثالثة هي تحديد المهارات والمعارف اللازيمة اللي تحتاجها باش تحقق هدفك وتسعى أنك تكتسبها لأنها رح تتهلك طريقك باش توصل لهذا الهدف وهذا المهارات كفاش تحددها تحددها من خلال النقطة اللي فاتت بعد ما تتابع الأشخاص اللي ناجحين في مجال ما رح تكتشف المهارات اللي خلتهم ينجحوا في هذا المجال وبعد ذلك روح بحث على هذا المهارات وتعلمها عادي ونصحكم أيضا بمتابعات القناة التاعي لأنه قناة مفيدة ورح نقدم لكم كل ما نقدر باش نعاونكم إن شاء الله ولي عنده فيكم كاش سؤال ولا كاش استفسار يقدر يكتبوا في قسم التعليقات ورح نجاوب عليكم كامل الخطوة الثالثة والأخيرة اللي لازم تقوم بها باش تحقق الأهداف انتاعك هي أن تتغلب على المصاعب التي ستواجهك قلنا مقبل بلي طريق الناجح مش سهل وفيه العديد من المصاعب لهذا أهم حاجة في هذا الخطوة هي أنك تستمر وما تستسلمش don't give up حارب من عجل تحقيق حلمك فالموت على شيء أفضل من لا شيء أنا هذا هو الحلم انتاعي وقررت أنني نحارب على جاله ماذا عنكم أنتم؟ والآن إذا طبقتوا كل ما تعلمتوا في هذا الفيديو خوتينا أكدكم أنكم في يوم من الأيام رح تحقوا الهدف تعكم ليراكم تسعوا ليه وهذا اليوم ليس ببعيد خوتي اللي هنا نكون وصلنا لنهية هذا الفيديو نتمنى تكونوا استفدتم منه ولو بالقليل نتمنى تكونوا استمتعتوا أيضا إذا حاب نشوفوني نقدم في محتوى أكثر يالي تديروا إعجاب لهذا الفيديو لأن الإعجاب يعتبر حافظة قولية بشأن نقدم لكم المزيد اشتركوا في القناة إذا مشاكم مشتركين فعلوا جرس التنبيد بش أصلكم كل فيديو جديد خوتي تحية كبيرة لكل شخص يصل هذا النقطة من الفيديو صح تحية كبيرة نشكركم على المشاهدة أخوتي ونشوفكم في الفيديو الجديد إن شاء الله كي العادة سلام اشتركوا في القناة